دلوقتي مشاهدين معدنا مع موجز لأهم الأنباء موجز التساعة مع منا شراوية فضاليا منك شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما يجمع مصر والسنغال من روابط تاريخية ممتدة وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما وللقارة الأفريقية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكيسر أكد الرئيس السيسي أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان وصول اللقاحات إلى الدول الأفريقية كفا وشدد الرئيس السيسي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن وذلك في إطار زمني مناسب ودون آية إجراءات منفردة تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق التيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسرعة لانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهيل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا أكد وزير الخارجية سمح شكري على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر والكويت والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت هذا وأكد شكري خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيقة صلة بالأمن القومي المصري أعلنت وزارة الصحة خروج 891 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة 44 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 42582 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكرت الوزارة أنها سجلت 5222 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 305762 حالة وختاما يواجه المنتخب الوطني اليوم نظيره المغربي في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدول الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية كان منتخب مصر قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على الكودفور بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فيما بلغ المنتخب المغربي الدوري ذاته بعد فوزه على ملاوي بهدفين مقابل هدف وحيد ختم مجزة ساعة عودة لاستكمال باقي في قرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل